اخلا بيكو في الفيديو ده اعلمك ازاي تضيف اللوجو بتاعك على الفيديو وتتحكم فيه كمان اعمل لايك وسبسكرايب ويا الله بينا الحاجة صديقي هتجيب اللوجو بتاعك وتشده على الفيديو او تعمله import من هنا من البروجيكت تعمله click يمين import زي ما علمتك في الفيديوهات اللي فاتت تمام بعد كده يا صديقي هتروح لو صغروا كده صح بالمناظر لو اللوجو بتاعك فيه خلفية شبه اللوجو ده كده فانت هتروح على موقع مهمة اوي انا شرح بالتفصيل عندي على القناة وهو موقع remove background الموقع ده هتشد الصورة بتاعتك عليه وتروح سايبها وتستنى شوية هيروح شايل لك الخلفية بتاعتها تمام بعد ما تفرغوا وتشيل الخلفية بتاعتها هتعمله download وتحطوا برنامج الادوبي بريمير هكذا هنصغروا وهنحطوا هنا كده على الشمال تحت يئم مع الشمال فوق طب ليه شمال تحت او شمال فوق بص يا صديقي انا في قاعدة ماشي بيها انت ممكن تحطوا في اي حتة انت عايزه بس القاعدة الاصح يعني او الحاجة الاصح ان لو اللوجو بتاعك فيه كلام بالانجليش فياريت يبقى على الجزء الشمال من الفيديو لو اللوجو بتاعك بالعربي ياريت يبقى على الجزء اليمين من الفيديو تمام كده عرفنا احنا نحط فين موضع اللوجو بتاعنا دلوقتي اهوت احنا ممكن نصغره على حجمه مناسب يبقى متشاف اه بس مش مزقه للفيديو يعني مايبقاش مثلا كبير اوي كده مثلا وتحطه كده لا هيبقى كده بايخ لا لازم تصغره يبقى مناسب يبقى متشاف بس مايزاولش المشاهد اوي يبقى كده مريح للعين كده عرفنا ازاي نحط اللوجو عايزين بقى نخليه تحرك هنحركه ازاي ونتحكم فيه ازاي بص لو انت عايزه مثلا يتحرك من هنا لهنا مثلا في وقت معين فانت ممكن تلعب بقى في حاجة اسمها effect control والkeyframe اللي انا شرحه برضو بالتفصيل في كورس الادوبي برمير تمام انا هوريك ازاي تحكم فيه هنا عشان الناس اللي دخلها بس تتعلم ازاي تضيف اللوجو بتاعها هتكه على الفيديو اروح على قائمة effect وهشغل الساعات دولت وبعد كده هروح مثلا في الجزء اللي انا عايزه يطلع فيه فوق يعني او في الحتة مسلا انا عايزه من هنا الهنا كده يطلع في المدة دي هروح حاطب keyframe تانين واروح مغير ال position بتاعت الكيف frame دي هروح يطلعه فوق اهوت كده بس واروح اقيله ووريني عمه هو يطلع ازاي اهوت شوف بيطلع ازاي هيروح ثابت في المكان اللي ارتلو عليه طب انا لو عايزه يطلع خطف هروح مقرب الكيف frame دي من الكيف frame دي يعني بالشكل ده بص طلع ايه خطف عايزه يطلع خطف اكتر هقرب اكتر عايزه يطلع باقل وقت ممكن افضل ايه اقل تمام افضل ابعد الكيف frame عن الكيف frame التانية اختها وبكده عرفنا ازاي نضيف الليجو بتاعنا ونتحكم فيه ولو هو فيه خلفية كمان نقدر نزيلها ازاي وبكده وصلنا لنهاية الفيديو ما تنساش تعمل لايك سبسكرايب وتتفرج على حلقات اللي فاتت والحلقات اللي جاية عشان هتستفيد جدا في كورس الادوبي premiere وهتبقى محترف فيه بعلمك من تحت السفر للاحتراف كورس الادوبي premiere مطروب في السوق لازم تتعلمه ودلوقتي انا وصلت لنهاية الفيديو احب اختمن الفيديو بكلمة لا اله الا الله